وينضم إلينا من بيروت العميد أكرم السيروي الخبير العسكري والاستراتيجي عميد أكرم إلى أي مدى تعد هذه المحادثات محادثات الوزير الفرنسي في بيروت مهمة صعبة في التوقيت الحالي تحياتي لك أستاذ مونة ولجميع المشاهدين الحقيقة أن السيد سي جورني لا يحمل حلا سحريا وهناك مبادرة كانت سبقت هذه المبادرة وعدة مبادرات وعدة مفادين جاءوا إلى لبنان الهدف الأساسي كان فصل موضوع جبهة لبنان عن جبهة غزة ولكن حزب الله تمسك بهذه الثابتة بأن الله فصل لجبهة لبنان عن جبهة غزة هذه المرة هناك أفكار جديدة يعلم يبدو كان متفق عليها بين الأمريكي والفرنسي لكن السيد سي جورني وصلت دون هذه الورقة وقال أنه يجري عليها بعض التعديلات وهذه التعديلات كان سببها الأول أن لبنان اعترض على كلمة وردت فيها وهي ترتيبات أمنية وقال لبنان وأبلغ إلى الجانب الفرنسي عبد الرئيس الحكومة بأن لبنان لا يحتاج إلى ترتيبات أمنية جديدة هناك القرار الدولي 17-1 قد ولبنان متمسك بتطبيق هذا القرار وهذا هو الموضوع الأساسي الذي يجب أن يدور حوله المباحثات أو أي ورقة عمل جديدة فرنسية أو غير فرنسية النقطة الثانية أنه يبدو أن السيد سي جورني جاء مرتاحا لأمرين الأمر الأول هو ما يحكي عن فرصة كبيرة لنجاح الوساطة التي تقوم بها مصر هذا ما قاله أيضا سيد سي جورني في بيروت بأن هناك أمل كبير بالتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة ولذلك هذه الورقة طالما هناك ارتباط بين الجبهتين وطالما أن حزب الله يرفض البحث قبل وقف إطلاق النار في غزة إذن فلنبحث في هذا الأمر في حال نضع خطوط عريضة في حال تم التوصل خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة إلى هذا الاتفاق كيف سيكون الحل في لبنان وهذا هو الشيء الإيجابي الذي تم الحديث عنه اليوم وهناك أمل كبير نعم بتوصل إلى اتفاق وأن تنجح القاهرة ويبدو أيضا من خلال الموقف الذي أعلنته حكومة إسرائيل وفي بعض التلبية لشروط حماس أو لعدة شروط كانت طالبت بها حماس هناك أيضا الاتصال اليوم بين الرئيس بايدن ونتنياهو حول نقطة أساسية لأول مرة نسمع كما قال بيان البيت الأبيض أنه طلب بايدن من نتنياهو وقف إطلاق نار ثوري في غزة وهذا مؤشر على أن هناك ربما قد تكون في الأيام المقبلة نعم نجاح لصدقة ما بين حماس وصحاب هل ترى ارتباط شرطي بينما يمكن أن يتوصل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية فرنسية وبينما يحدث في غزة بمعنى أنه دائما هناك شرط أن يتوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم وقف إطلاق النار في لبنان لكن إسرائيل تلوح ما بين فينة وأخرى أنها ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم في مرحلة ما هل يمكن أن يحدث هذا السيناريو مع الفشل الذي تحققه إسرائيل باستمرار في جبهة غزة يعني ذكرت أن هناك ثابتة أساسية لدى حزب الله ولن يبدل في هذا الموقف ولن يبدل موقفه إطلاقا بأن جبهة جنوب لبنان مرتبطة بجبهة غزة لكن الحديث كما ذكرت يدور حول إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق وإلى صفقة عبر الوساطة المصرية نقطة ثانية أنه في اليومين الماضيين الأمس واليوم هناك ما يشبه ليس الهدوء التام لكن انخفاض في نسبة العمليات على جبهة جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل وهذا الهدوء يوحي بأن هناك إعطاء فرصة لحلول دبلوماسية والآن ليس هناك من تصعيد يخير القلق لدى الفرنسيين أو لدى الأمريكيين يعني كان فرنسا أو أمريكا يضغطان منذ مدة طويلة بعدم توسيع الحرب خاصة على الجبهة مع لبنان نعم العميد أكرم سيروي الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك